25 يناير برضو كانت تطالب دائماً بالكرامة الإنسانية العيش والحرية والكرامة الإنسانية صح؟ صح مظبوط السؤال بقى أليس جزءاً من العيش والحرية والكرامة الإنسانية أنك تعيش في بيت عليه الإيمة؟ أنك تمشي في شارع آمن حرية بلا أمن وأمان لن تصبح حرية هتصبح فوضى طبعاً هتمرس حريتك إزاي وإنت ممكن تتسبت؟ هتمرس حريتك إزاي وإنت ممكن تتسرق وتتقتل؟ يا خبر أبيض بدم الناس اللي راحت من شرطتنا العظيمة وجيشنا العظيم ومدنيينا أيضاً اللي راحوا بسبب كل أساف للأخوان ومن صار على نهجهم للأسف ده اللي حصل لكن في النهاية خالص وصلنا الفين؟ وصلنا إلى أنه النهاردة هتلاقي مناطق كانت غير آمنة على المستوى الأمني بمعناه المباشر كانت غير آمنة لأنها حتى صحياً بيئة غير مناسبة كانت غير آمنة لأنها اجتماعياً مش هيطلع منها النشء اللي أنت نفسك فيه كانت غير آمنة لأن كانت البيوت مش عايز أستخدم مصطلح سيء لكن كانت لا طليق ببني آدم منها على سبيل المثال حتة عندنا في السيدة زينب اسمها تل العقارب أظن سكان السيدة قدرى بيها مني كويس جداً أنا أصلي من الناس اللي تحب السيدة زينب قوي يعني واحضر المولة دايمة تل العقارب معروفة عند رواد منطقة السيدة ومعروفة عند سكان السيدة بل أنها معروفة عند جانب كبير من المجتمع المصري واتعمل عليها فيلم زمان على فكر فيلم على الجريمة وعلى العشوائية وعلى ما يحنس في هذه المنطقة كان اسمها تل العقارب وكان لها من الاسم نصيب وافر قد كده عدت الدنيا ولأجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية ولأجل أنه أصبح فيه دولة حقيقية مؤسسات خايفة على المواطن وهي اللي بتجري على مصلحته مش عايزة المواطن هو اللي يجري وارى الموظفين والمؤسسات والهيئات والمصالح الدولة بقت هي اللي رايحالك فهي اللي خدت القرار بأنه مفيش حاجة اسمها تل العقارب لازم كل دا ينتهي لازم يبقى فيه بيت عليه القيمة ومدرسة عليها القيمة وشارع عليه القيمة ومحل عليه القيمة وأمن أمن أمن هرم ماسله عارفينه طبعا هرم الاحتياجات الشهية الأمن هو رأس الهرم اللي لم يكن هناك أمن نبقاش في دولة دي بقى روضة السيدة إيه ده أنا شيفها على شاشة تانية تعالي نوريها للمواطن أيوة آدي يا سيدي عمرات روضة السيدة من كلمة تل العقارب إلى روضة جنة صغيرة حديقة يا نعة وفرة جميلة الله ده وراية طاها جبالي شوف براوليهات بتاع الطاها دي آدي العيال نزلة بتلعب بالعجل في شارع عليه القيمة أعمدة إنارة عليها القيمة بيوت بالمشربيات بعمارة إسلامية طليق على المنطقة ما هو حي من أحياءنا القديمة الأحياء اللي هي الطراز الإسلامي الجميل ما بين مملوكي وفاطمي فتعمله بقى حاجات اللي هي إيه ألترا مودرن مملوك على سبيل المثال يعني بشكل العمرات شكل البواكي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي آدي المحلات عمرها ما كانت كده لحد ما بقت روضة السيدة عمود النور اللي عليه القيمة الناس عايشة أصل العمرات خلاص ساكنة محناش بنتكلم على حالة خيالية لا هي جرافيكس ولا هي فوتوشوب ولا احنا قاعدين بنتفرج على حاجة 3D احنا بنتفرج على الواقع عربيات الناس اللي راكنا الناس ساكنة جوه البيوت شكل العمرات قدام حضراتك وأهو شكل الجناين الشجر موجود النخل إلى آخره العيال قاعدة عمالها بتلعب بالعجل في الشارع الشارع بقى مرسوف بالانترلاك حاجة عظمة مية مية ولعل هذه الصورة في منها الأحدث يعني هتلاقي على سبيل المثال زميلنا العزيز صديقي وزميلي رامي محمد مراسلنا مراسل التلفزيون المصري وبرنامج التسعة من روضة السيدة زك يا رامي مش عايز أطول خش يا رامي على العيلة وبعد إذنك قلهم يتكلموا زي ما هم عاوزين وبرحتهم وعايزك بعد إذنك تسألهم تل العقارب كانت إيه ولما بقت روضة السيدة بقت إيه برحب بيك يوسف وبرحب بكل متابعيك ويمكن ده السؤال الرئيسي اللي كان في بالي إن أنا أسأله للأهالي للتحول ده أنت لسه بتتكلم يعني هاخد من كلامك وهكمل عليه بتتكلم عن فكرة الحق المواطن الحق في السكن الملائم الحق كمان في الخدمات التأمين الصحي والخدمات الطبية كمان بنتكلم عن حق في سكن حقيقي سكن ملائم سكن به كثير من الخدمات والتحول الحلم اللي أنت تتكلم عنه من شوية هو الانتقال من سكن عشوائي لسكن منظم ولائق بالإنسان والمواطن المصري من سكن غير آمن لسكن آمن ومش بس كمان للأهالي وللأجيال القادمة كمان الانتقال لسكن بنتكلم عن تغير نوعي من تل العقارب لرودة السيدة يعني رحلة كبيرة جدا وانتقال كبير جدا أهل المنطقة هما اللي يتكلم عنه بشكل كبير جدا يعني خليني أبدأ في البداية وأنا موجود في إحدى الوحدات السكنية دلوقتي ومع في ضيافة إحدى الأسر أيضا ويعني نتكلم عنه أكتر من 816 وحدة خلينا نختار بالأول من المشروع والمجهود الكبير جدا اللي بوزل في هذا المشروع عشان يشوف النور والأهالي تكون موجودة فيه بترحيبي بالأستاذ محمد عيد رئيس جهاز رودة السيدة برحب بك أستاذ محمد معنا في بنامجة التاسعة وخلينا أسألك شوية المشروع بدأنا نستلمه من بعد 2019 وبدأ تسليم الأهالي 816 وحدة وكلمنا كمان عن المحال الموجودة والخدمات المقدمة والمأساة المختلفة ما بين الوحدات السكنية هل بتختلف من أسرة لأسرة وكمان الأجهزة والفرش اللي تم تسليمه للأهالي أهلاً وستعلم بعضوطك والله يا فندم يعتبر المشروع أعراض السيدة زينب من أهم المشروعات القومية في عهد فخامة الرئيس عفتاح السيسي المشروع ده يا فندم على مساحة 7.5 فدان بيتكون من 16 عمارة بـ 816 من 16 عمارة من 816 وحدة سكنية فبدأنا بداية التسكين بتعلمات من السيد الوزير المحافظ بعادة أهالي تل العارب إلى أماكنهم السابقة بداية التسكين 26 2019 المشروع ده في 816 زي ما قلت لسيادتك وحدة سكنية تم تسكينهم بالكامل فيهم جميع المرافق فيهم جميع المفروشات جميع الوحدات كاملة المفروشات بالعفش والأجهزة القاربائية وغرف النوم وغرفة أطفال جميع الأجهزة موجودة فيها أستاذ محمد يمكن كمان هرجع لك خلينا نمشي خطوة خطوة وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الوحدات وكمان كاملة التشطيب والأجهزة اللي موجودة فيها هننتقل برضو نروح للأسر الأسر طب يمكن المشتفيد الأول من المشروع المشروع والحال اللي تغير من تل العارب لرودة السيدة أرحب الأستاذ محمد اللي إحنا في ضيافت والنهاردة في ضيافت أسرته أرحب بيك يا فاندي معنا أستاذ محمد خلينا نتكلم تفضل مايك خلينا نتكلم في البداية عن الفرق الكبير ما بين تل العارب ورودة السيدة رامي قوله بعد إذنك بعد إذنك رامي برضو قوله يوسف بيستئذنك قول برحتك اللي انت عايزه اللي قامت على المشروع بحي السيدة دي قوله يا رامي رودة السيدة بعد تطورها من تل العارب وجب العز ودلوقتي دلوقتي كلها بقت في حالة أفضل من الأول بكتير وحالة كويسة من يعني نقدر نقول إيه من العدم للحياة والحمد لله ربنا يبارك لنا في كل واحد بيسأل عن المشروع بأي زر إذن كانت كفالة طبية إذن كانت دي إذن كانت دي فبنشكر جميع المسؤولين ونشكر السيد محمد عيد ونشكر القناة التاسعة أستاذ أستاذ محمد خلينا نتكلم كمان اشتلامكم للوحدات كان بعد الفين وتسعة عشر استلمتوها بكلمنا عن موصفات من الداخل وكمان الفرش والخدمات المقدمة لكم استلمنا الشقة الجماعة في شهر يعني هو أدنوم وأنتري وقضة صفرة ونيش ومضخ وحمام بجمع المفرشات كلها نستلمينها بيها كمان الأستاذ أتعرف بحضرتك بروه المدام بتاعك فضالي فنمشي فضالي فنمشي كل حاجة والأجزاكة وربقية وكله والحمد لله أحسن بكتير قوي عن الأول ونشكر يعني كل المسؤولين بصراحة الحاجات دي كلها الحمد لله خلينا كلمك دلوقتي يعني الاختلاف بين الأول لما كنت تقولي مثلا أنا موجودة في منطقة تل العارب ودلوقتي موجودة في منطقة روضة السيدة وكمان الشكل المعماري من بره يعني يا رز فاطمي من الخارج كلميني عن الشكل طبعا فرق كبير طبعا عن الأول بكتير وأحسن وأنضف بكتير عن من مكان روضة السيدة لتل العارب حاجة تانية كبيرة أول الحمد لله كويس الحمد لله كمان لو عايز أسأل حضرتك عن الأولاد الأولاد زين شايفين الحياة دلوقتي مختلفة عن الأول دلوقتي يبقى فيه كمان الأمان فيه الخدمات المختلفة بيطلعوا ويدخلوا براحتهم وأحسن كمان عن الحراصات اللي موجودة كمان في المكان الحمد لله كل كويس مافيش أي حاجة طبعا يعني نس طبعا في حنة ونس محترمين مت Pilip أي حد نطلع في حنة ونخش في حنة والحمد لله يعني فيش أي حاجة أستاذة برضو اتفضل يا فاني اي حاجة انت تعرف بحضرتك فاني انا الحاجة احسان ام طارق كنت في سارع استيد سد البرلمي واحد واجينا هنا والحمد لله سوء قميلة جدا السوء حلوة وفرساها حلوة العمارات حلوة وكلها قميلة جدا ربنا يخلي رب ان شاء الله كده ويبارك لنا في خلينا سأل حضرتك برضو في الصيانة اللي اللي بتتم ما بين الوقت والاخر لما بتتواصله مع الجهاز سواء مثلا في خدمات امنية خدمات طبية الخدمات المتوفرة لكم كمان في المحيط المحطية كل الخدمات هنا كويسة اوي اوي ومفيش حد تاعب معنا زي الاستيد محمد عيد بصبع كأنه احنا اهله كلنا كل حاجة بيرروح له ربنا يخليه هنا شكورك يا فاني بشكورك يمكن يوسف لو هنتكلم عن الصورة هنا هو ده الانتقال بالحلم الكلمت عنه من شوية من تل العقارب لرودة السيدة التغير الكبير فيه سواء في المعيشة او في المظهر الجمالي كمان من الخارج كلم عن المشهد الفاطيمي والتراص الفاطيمي اللي موجودة على العمائر من الخارج تغير في كل الجوانب بالنسبة للأهالي مش بس في الساكن الملائم عودة ليك مرة أخرى هاي الجيدة نشكرك جدا رامي ألف شكر زمنا العزيز رامي على هذا التقرير من تل العقارب على الهواء مباشرة زي ما بيت قال ما بقتش تل العقارب بقت رودة السيدة